خليه في البداية أسأل حضرتك أستاذ لطفي إحنا وصلنا فيه وتقييم حضرتك لليحنا وصلنا وشكل الاستعدادات لغاية دلوقتي هو أجمل ما في الموضوع أنها الدولة هي اللي بترعى الاستعدادات بكفة جوانبها حتى هذه اللحظة تعلمت رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا منظمة البطولة الانتهاء من جميع الملعب في شهر مايو القرعة تتعمل يوم 11 إبريل تحت صفحة الهرم في عمر طبيعي الملعب تبقى جهزة في أول شهر مايو الملعب كلها تتسلم للجنة الكاف اللي هي الخاصة بالتفتيش لو أن هناك بعض الملاحظات أبدوها تتعالج يعني بعض الملاحظات بسيطة لكن هما كل الملاحظات اللي أبدو يعتراضهم عليها أو أبدو طلبوا أنها تتحسن الدولة بتقوم بيها بشكل كبير جدا الاستاذات كلها فيها خليط نحل يوم بشكل يومي فيه لجان عمل كثيرة جدا سواء في الوزارات المعنية المشاركة في الموضوع سواء وزارة التنمية المحلية وزارة الصحة وزارة السياحة وزارة الأسار وزارة الشباب ورياضة طبعا بشكل أساسي فأمر طبيعي أن الوزارات كلها معنية بالتداخل في العمل اليومي بشكل سابت لأنه هيبقى مطالب من وزارة السياحة وضع برنامج سياحي وطرفيه للجمهير اللي جاية وكذلك المنتخبات والوفود كبار الوفود اللي هيحضر البطولة وزارة التنمية المحلية تهتم بالطرق المؤدية بالمناطق المحيطة بالاستاذ وازاي بفيه شكل جمالي للمنطقة المحيطة بمقر الإقامة للفرق ومقر الإقامة للجمهور ومقر التحركات سواء كانت مستشفيات أو مناطق ترفيهية مخصصة للمنتخبات التي تبقى موجودة في كل مجموعة أضافة لذلك في وزارة الصحة بتخصص سيارات متلقلة إسعاف في كل مكان وكما الإسعاف تبقى مزودة بطبيب إلى قرب مكان خصوصا في المناطق التي هيبقى فيها جمهير بشكل كبير جدا فكل دي استعداد بتتم بشكل مباشر ويومي عشان نقدر نسلم الأستاذ فيه حيانه ضمن الاستعداد دايما أستاذ محمد أو عفوا أستاذ لطفي أن أنا بقول أنه برضو البنية تحتية الإنترنت مهمة جدا للسادة الصحفيين والإعلمين اللي بيجوا يغطوا بطولة بهذا الحاجم وأنه نحن يعني مش بس الجمهور طبعا لأنه دي بتقول كثير عن مدى تطور الدولة وإحنا وصلنا لفين ومهم طبعا للصحفيين الأفرقاء اللي هيجوا ينقلوا هذا الحدث اشتركوا في القناة